منوراني والجمال قاعد قدامي ده نورك ربنا يخليك يا رب يخليك يا رب إحنا تقابلنا من أربع سنين أيوة وأنا فاكرة الحلقة ما قلت السؤالين على بعض من كتر الضحكة أنا كمال فاكرة فأتمنى أن أقدر قول تلات أسئلة المراجع أسيبك النهار ده إن شاء الله إن شاء الله منوراني ومشرفاني في كلام الناس ربنا يخليكي منور بيك على فاكرة يا جماعة هي حلوة من غير فلتر أنا قاعدة قدامها هو وبناشت كل المواطنين اللي عايز يتأكد يجي منوراني شوفت الموضوع الفلتر يوليكي بيصوروا في فلتر فاكرة لا لا والله ما في فلتر إنتوا عارفيني أنا حبيبكم ما بكذبش عليكم تعال قولي 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 كل حاجة النهار ده مين من زعالك من قريب؟ حد كم زعالك؟ مين يقدر يزعالك؟ ليه مين؟ أعشان التلقيح؟ واستني مما يقولي التلقيح للناس اللي أول قمنا الصبح لقيت شيماكة بقية بيتمنوا غيابي عشان وجودي مغطي عليهم مين اللي كان مزعالك؟ أقسم بالله أنا عارفة إن الناس مش هتصدقني يا جماعة والله أنا أبسط وأدفع في خناقاتي من ما تتخيلوا أنا عايز أقولك دي واحدة صاحبتي وصاحبتي جداً وحببتي وكنا رايحين مع بعض عزة وحصلت بنا خناقة تفها عبيطة أيها فكل واحدة راحت لوحدها فلقحت علي فهم لقها علي عادي جداً أنا ما بركز بقى إن أنا أصلاً الناس عندي وشايفين حضرتك فنانة مشهورة أنا ما فيش بقى الأوبشن دي واعز أقولك تصالحنا وعادي جداً ما فيش أي حاجة إحنا بس يعني خلاص أنا في وقتها هي تنزليه على إنستجرام تلقيح هنزليك تلقيح يا سلام مين اللي لقاح الأول إنتي ولا هي؟ هي لحقك طبعاً الباب لقى الجواب على طول طبعاً لقحت حاجة تستدى إن أنت تقول لها غيابي وما غيابي آآ يعني أنا إيه قلت لها خلاص روحي إنتي لوحدك وأنا هروح لوحدي الأشخاص اللي ربنا بيبعدهم عنك بيبعدهم عشان بيحبك طب أنا كلامي والله العظيم هذا ما حصلت خيالي وصاحبتي أبو حبابتي بس أنا بقى مليش دعاً وبعدين لقيت الموضوع كبير ومتاخد منشتات أنا بناشد كل الصحف المصرية يا جماعة ما تجدوش على كلامي أنا يعني ست أدفع من ذلك لو سمحتوا سبوني أعبر عن نفسي ما عنديش حاجة تانية أعبر فين طيب لا أبرحتك هاعد بقى نزل الستوري بقى واتسب وكلام ده ما حدش بيشوفها أصلاً صح 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 لازم على الملأ على الملأ تشوفها واختاعة تشوفها وقالتها واختاعة وتشد واختاعة وشوف وتصالحته وتصالحته وتصالحت معاً يبدت بس كان في وقتها لا خلاص لا برحت كامل إنتي عايزة أنا بشوف أنا بصدقك وبشوف إن دايماً مشاكلك طفولية أوه وسرية الإنفعال والتليفون في إيدك ده ليزم منين ما ننتمسكش في أيديك كنت تشاع تجد توي سريعة الإشتعال ك piles س تجد طفولية سمعت؟ لا جهة تلشر على الشطح اه وأه إن فعل كمان بزرع هاا ابل شايمة بتجعيم جدا والله تحكي بتطلع بتجعيم والله بجده اه معك حق انا بحس انك من الفنانات والنجمات اللي معندكيش مشاكل كتير اه يعني دحق بس هم بيحاولوا دايما يا لكي في كل برنامج بشوف بيحاولوا يوجدولك مشكلة يكون اكل عليها ده البرامج بقى اي بصير ده البرامج الهارد هم يعني ببعزين يجبوني مشكورين وعشها بحبوه مؤكد المزعبة بقى بحبا ومزعبة بحبوه وشغلانة يعني بس انا مش لقى على البرنامج بس اللي هو شايمة حتوها فتليه اهم اتكلمنا في مشكلة اي دي معشن ما فيش مع ان على فكرة انا عندي يجي عشرين تلاتين مشكلة كداد بس لسه مانتشروش محدش يا بوداد ها اه مانتشروش لسه لسه هيطلعوا سايبهم كده بجمدهم في الفريس لحد ما ينتشروا وعد اللزوم عمرك تخناتي مع حد او عملتي مشكلة مع حد في الوسط او كان مع هيك فيس توفيس ولا الموضوع بيكون على قد بس انه كلام من وراء الظهر الآن ما قد بيحصل لأ عملت عملت بجاد او والله انت سؤالي انت سمع عنا يا دي لسه قريبا دي قريبا كده وش الوش واحدة ولا واحد 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 والله وهو تخض على فكرة عشان كده يعني هو عشان فاكر ان انا بنت فهي بقى كيوت ايو فانا كنت بصلي احكيلي الحكام الاول انا كنت بصلي وفي الكارفون تقبل الله فقرجع فرح قال لي في احدة كل دا عاديم بيستنيكوا بتكلم طريقة وحشة جدا وانا فعليا والله العظيم بجد انا مخدتش اكتر مثلا من خمس دقايق ايو وقردي كان المخرج راح يصلي فانا لما لقيت المخرج راح يصلي عرفت ان احنا واقفين قلت له ايه دا وحدك راح تصلي فعالو حصلي قال لي اطفضل فجي الشخص التاني دا كان اصلا عايزة تصيط خطأ فلما لقاني ان انا مش موجودة ساب المخرج اللي لسه مرجعش وبيكلمني انا اه قلت له عايق بيكلمني هو فين المخرج يلا نصور فين بقى الاستاذ المخرج ما جايش فالاستاذ ما جايش لان يعني انا كارفوني كان قدام التصوير المخرج بقى راح بعيد يصور ايوه ايوه فروح هو بقى مغلوش اه بس بصوت عالي اه فلا صوته يعلو على صوت المعركة على صوته عاليت صوتي قرب قرب فخاف فجري فجري بس اه بس كتخضى بقى يعني هو متعود ان انا لذيذة قوي وبدحك قوي بس انا يعني شبح برضو يعني حدش قال ان انا بتربية في الزمالك فانا من جواه شبح فالشبح هيطلع وقت الشبح انا فبتعمل في نفسك كده بس خاف ومشي خاف ومشي طب حد دخل يفض معلش يا شايماي لا الناس كدلها قصة كانت فرحانة فيه انا عايز اقول لك وحيات ربنا كان فيه احنا كنا مصورة زيف نادي كمان فحاجة بقى بابليك بقى عاوي فبقى عدد كان فيه اتنين يعيني ناس كده اللي هم عمال زروعة فوانا خارجة قالوا لي يونسور دينك يا أستاذ كان مزهقهم بقى في عشتهم ايوا فهو يعني ما شاء الله تكتو جميل طب من انت كده لما يتعرض العمل هيعرفوا مشهد نادي لا ده تعرض من زمان تعرض اصلا انا نصحة برضو يسين عندي فضول انساني مش بس اعلامي اني اعرف عند دفولتك وانتي طفلة كنت طفلة والمصحف بص يا ياسمين مبدئين انا مقطع كل صور يونس غير ببحب ايش مرحلة الحمد لله ان احنا فلتنا منها ربنا يخلي اللي اخترع الفوندش فأنا اخدت كل صوري دمرتها بس وانتي بتحكي عارفة اللي هو الاصل في دماغي جيد الصورة زين ايه بس كان عندي صورة كده اصلا وانا راح للمدرسة وقفتها دي مش عارفة صوروا زكرة المهببة دي يعني انا لو ام مخلفة طفلة بهذا الشكل ووقفة كده وراح للمدرسة كده كنت تضيتها بالرجل يا جماعة يقول شوهتي تنفرهم تعمل بس انتو كلكم ولكم جمال مش حد يبقى زي ملكوش دعوة درس نتكلمي براختك كنت واحد يحطوا في أولاده ملوش دعوة بيكي ملزف فكنت مرحلة الطفولة اصلا مش حدية اه يعني لا بس كنت دمي خفيف فكان ده اللي بيشفع لي يعني كنت عارفة انتي اللي هو ايه الكوميديان بتاع العيلة من وانا صغيرة وكانش ده اه يعني كانش منش فيه حاجة اصلا بس كانت اللي هو لازم لما العيلة تيجي اقلت فلان اقلت فلان وعمل كذا نرجع مثلا من بره من المشوار لازم اجيب كل اللي كانوا موجودين وكده او حتى لو حد كبير واحنا عند قرائبنا حد كبير بيحكي قصة فلازم كنت اخشف النص واعمل عليها هزوار وكده فكان ده السائد يعني طب اسألك سؤال بصراحة قولي لما حاجة انتي بتقول الطفل قال ليدي كويس ده انتي عمرك بينك وبنفسك كده انا استفزتك في حاجة ياسمين انا قلتك المشوار الحظ الليك ما شفتش حسنت ان انتي ايه يعني مسك نفسك لا احنا عارفين بعض بباليش دي كانت شخصية كنت بعبر عن حال الستات ياسمين ما تزعلش مني لا لا انتي تستفز الناس الناس ولا الستات 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 احديدي كلامك قصة انا عايز اقولك مثلا يعني اليوم اللي كلامتي فيه على الورد ده لقيت الاكاونت عندي كله الرجالة ايوة ياسمين احنا عايزين الليسئين عشان احنا بناتبل اه الورد الشباب بتاعنا ورد الجيء طبعا اه اه ده لسه من قريب ايوة انا بقولك يوميها بقى فعنا اللي هو الاكاونت كله اتملا اتملا اي انهم يشربوا مياه عشان ما يتبلوش لا انتي دلوقتي بتيجي على الستات طبعا وانا سؤال هتقولي لي باجع علوم في ايه لما يقعد مش ايه وغرقلنا الدنيا ما يمينها يمسح ردي علي انا لقلت عايزي على اه الستات يعني انا عمر يومي في البيت ام البيت هي اللي بتنظف وتمسح والراجل ايه بك عمر يشوفت راجل يمسح من قديم الزمنات لا ليه ما شفتوك لا الراجل لازم يساعد الست يساعدها طبعا ايو بس لمشفتوش بيمسح مش لازم يمسح يعني ايه حاجة تانية ولا انت عايزي يعود كده باشا انا عايزي يعود كده باشا ليه يعني و جاي إيه أحب كده يبود ونورت الحياة أنت بتخط بمين بكلامك دي يا سمين أنا جاي عايزة أجيب من آخر أنت في حالة حب أنا مقدراها بتخط بحبيبك ما عنديش مشكلة نبعث له الكلام ده بيديوهات بقى على الموبايل بجد والله إحنا شايفين كتير إحنا كستات مصر أنا كنت ناوي ما جيش عند الحتة دي عشان الحلقة أتعدي بسلام وأنا مخشش معك الحلقة دي خليها متعدي أنا مجبوتة وستات مصر مجبوتين أكتر مني فأرجوكي مررتنا مش قادرة المستشفات مش هكفي فقعم هرار ياسمين مين يا حبيبتي اللي ورده بتدبر ده صبارة ده صبارة ده بلانا والله العظيم تتكلمي فيه مين ده مين اللي أنت بسميها إيه فرعون فرعون الصغير الكبير آه بالحددي بناء أنا على إيه الصغير وبناء أنا على إيه كبير أنا قلت له ما أقول لكم بآخر الموسم مش مش مكررة لسه ما جيش إحنا ما شاء الله سنين كتير إن شاء الله في آخر يوم بقى هتصح أتقول لنا بقى ما فيش آخر يوم ده أنا معاكل عمر كل إن شاء الله بنا هورس بنتي البرنامج اللي أنا جيبهه لأ يا حبيبتي الله كمان مش عايزة تبنيه طب أنا هو إنتي هور ما خلفتش ولد طب ليه على الأقل خليه في بنت عشان تديها القيم ديت نشوف واحدة في الدنيا بتطبقها غيرك هيتطبقوها ما هيبصي هم اللي بيتطبقوها يا شايماء نتكلم بالعقل كنتم بالعقل المجانين الستات المجانين والله اللي قعدة أصلا في غيبوبة ما بتشوفش جوزها وهو بيروح مسل كوباية دي شابة دي بحطها على التربزة بيروح دب بدلئها وهو بيعمل حاجة واحدة وهو زعلان أوه بياخد كيس الزبالة اخد كيس الزبالة اه ياخد كيس الزبالة مين هيخد كيس الزبالة انا ياخد كيس الزبالة مش لاحق أرد يجب يا سمي لا مش ولا انت ولا هو يا ستي الرجل المسؤول عن حاجات الزبالة بياخدها الرجل ما بيطلعش فوق احنا اللي لازم نساعده رجل مش ده برضو هو يعتبر من ضمن الفرعلة اه هنا بقى كويس انت قلتي لي كده انا دايما يا شمي عمرك سمعتيني قلت فرعون غير جوزك لا قلت واحد ما عدي في الشارع لا حق الله صح كده لكي ملكي وعليكي معلكي بس ماليش حاجة عندك اه في النمار ده قلت دايما اي حد ما عدي في الشارع دلوقتي ايوة ولا دفع عن بنت غلبين او حد دايها لا يقولك مش ده الفرعون انا بتكلم عن الجوز اي مجازاتا كده الخطيب بس انا دايما اتكلم عن ايه اللي هو الحد رجلك يعني اسميني رجلك فرحتك خالص انا نعكد لسانك طب بالنسبة لك رجلي بقى أبويا ولا أخويا ولا جوزي أبوك وأخوك وجوزك ابني دول اللي بتكلم عني وابني خالي عمي يدخل ولا لأ بصي وخالك وعميك داخلين قانون الياسمينيات غالبا هما بيكونوا متفرعين اه متفرعين في العيلة دول ما يفرقوش معنا دول اكد لهم مرطاق بقى طب الست اسمها ايه هو الفرعون وانا ايه ما انا قلت لها مره قلت لها النهاردة اه مبارح سوري قلت لها اخ نتون ساعتها أولانتي كليوباترا في حالة قلت لها أنتي كليوباترا اه احسا من كلمة يعني كليوباترا هي كليوباترا اه صفرة حتشفسون قلت لهم كل ده بس هم ما بيسمعوش ده هم ما يسمعوا لما جامل التاني يعني لو قلت على المسكين الغالبان ورد ورز بلبن وسكر قولي يا مانجهة قول قول انت براحتك ما انا بقولك والله يبقى اني بقيل فيها يعني انا البنت لو عندك ورد وبنت ودلعت الواد صح البنت تزعل اه وانت لسه ما جاش دورها طب وما تدلعوا من الاتنين مع بعض السنة الجاية الموزن من جديد تتكلم على سنة وعد وعد انت مش قادرة مش قادرة يا جماعة واسمين مش قادرة وعدين عشان يبقى عندنا امل منك يا ياسمين احنا لين حق عليك طبع مشاهدات البرنامج صح فيه ناس تتقبلها وبتبقى عايزة تعمل بيها بس بتلاقي هجوم عليها بتتتقبل في السر ممكن اقول لك على حاجة اسأليني ايه اكتر حاجة حلقة عملتها فقعتلي مررتي طب ايه اكتر حاجة يا شامي حلقة عملتها فقعتلي مررتي حلقة الفلانتين اكسم بالليك والتهرمي التلفزيون بالبتاعها انت مش عايزة اجيب هدية ليه الراجل اللي قلبف صدره قلبف رجله اوه ايه يا ياسمي انتي تعرفي ناس تانية انتي معاك واحد اغرقي اشوف 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 هذا الفرعون اللي بتقاله ايه اه مين ايه روح عايزة مين ده من اللي ما اجيبش هدية سؤال بس لقد اجيب هدية انتي قلتيني احنا نجيب له هدية حبيبتي طب ما نجيب له هدية ما هي الراجل جاب يا ياما ما نجيب له انا اجيب له سخ ضخط اجيب له سكر اجيب له حاجة كده حلوة محبك انما هدية ما اجيب لهش لا واجيب له ليه هو الي يجب له هدية عشا أن يحمد ربنا ان انا موجودة في حياته اصلا طب عارفك انا قلت كده مرة قلت كده مرة قلت يحمد ربنا على وجودي في حياته اه بس انا بي انتي وجوديك انتي ولا وجود كل الستات لا اللي خوصيني وجود انا وكل واحدي خوص ات ماتي بتخب الستات قول لي هم وجود كنت في حياة اه mouvement وجود كنت слب الإختبار ليه ما يجيب لهاش حاجة ويشوف ردها آآ لو تلعت بقى هي استغلالية خلاص ما جبش حاجة ليه استغلالية حبيبتي كله ملايكة مارشوه استغلالية لأ وليه تبقى استغلالية الله أنا غنية وأحب الهداية فيه ايه ما يجيب لي هداية أنا عملت حلقة سنة اللي فتت إن هي تجيب له سنة جاية إن شاء الله اعمل إنه هو يجيب له ماشي هما اللي اثنين ما يجيبوا اللي اثنين لبعض يعني عيد ميلاده هو هي يجيب له وفي عيد ميلادها هو يجيب لها ده ماشي دي مناسبة خصيني ودي مناسبة خصيني لكن عيد الحب حب لي نحن اتنين فخش عليه بهدية خش عليه بهدية لكن انت كده بتتركيبه معنا يا ياسمين تقوله ما تجيب له همش هدية لا يا حبيبتي لا ما انا هقولك هي هجيب له هدية من فلوسه فعايزي انه هو يومها غرمان مرتين وفردي هيست بتشتغل وعندها فلوسها ما بتجيبش بتخليها تقولك انا مستقلة دي فلوس الواحد يلاقوا وشارك فيها معاكي حق بصراحة طبعا لان انا في عم بقول كده دايما انا قوله اللي إلك إلي واللي إلي إلي الله عليك واللي إلي إلي ماشي بس يعني سنة جاي ماشي هنستنيك والله احنا قاعدين لك يا ياسمين والله انا معاكي لما اشوف الآخر خلي بالك انا فانز ومستنيها اشوف آخر اكيد ربنا مش هيسيب الموضوع ينتهي كده اكيد يا رب الحق هيبان اكيد التغيال انت منه مش هيكمل والله انت بتضيقين يعني عشر عام دي الشاشة قاعدة تقول لنا الراجل الراجل انا ما قدرجت ايك ستتت العلايب ما بيتشافوش ايوه احنا شفت رقم واحد مشاهدة طبعا معادي عشان بركته اقسم بالله بركة مين بركة الراجل اول ما اسمه اتجاب والله العظيم بركة انا احب الستة تكون شخصيتها برا قوية قوية يعني انا برا اللي يقولي اه اقوله اهين بس انتي مع فرعونج اه ضعيفة طب من ده بخلينا كمان حقا دي من غير كلمة فرعونج عشان باكسم بالله مش مستحبا مش قادرة ايه اكتر حاجة بالباقي في الراجل الراجل عموما مدايقني وجوده في الحقيقة اصلا والله انا عظيم بجده انتي يا صجيالي النهاردة فيه ما انا عندي اخناقة فمش اتخذي مني مش مهندي مني حاجة كوي بس الراجل عموما هو مدي لنفسه حاجم اكبر من حاجمه عشان بس نبقى لتسئل اه والله ايه اللي اصلا انا ما بعملش غير حاجة واحدة واحنا غير الستات واحنا بنركز في حاجة واحدة بس اطلبي طلب واحد صدق اه صدق وعبط والله ما هو صدق بس يعني اللي بيقوله ماينفعش ليه يا حبيبي ليه انا بقى مركزة قوي وبعمل مئة الف حاجة وانت بتطلب مني ان انا بقى شغالة وعندك اكل في البيت عشان بتحب المكرونة بشان ما عايز ترجع تلاقيها وعايز سنية البطاطس وعايز جدومك تبقى تكاوت وعايز البتي بقى نظيف وعايز كل حاجة تبقى تعملك وانا هدى وانت جاي وكلم الراجل اكد عليه لا بيتكلم الراجل يجيب منه بس لازم تحصل اي لغبطة فليه مش معنى هقولك انا عندي اللي بقول الله العظيم رد علمي مش دفعنا عن حد اللي بقى في العلمي اللي بقى في العلمي اللي بقى لالأبحاث والإحصائيات انت عارفة انت عارفة كمان موضوع الدراسة ترفحات لأستطيع اوه انتش بقولك بتفرج عليكم بستنية اخ بموضوع ايه انا بعاجلة والله دي الدراسة بانا اللي عامليها تسيبك من ان انا ممثلة او حد يعرفني انا النهاردة ستة مصرية جاية شو والله ما عاملت دراسة تي والله من برا طيب قالوا ودي حاجة حلوة لنا قالوا من الست اسم الله عليها الله اكبر من كتر ما هي تقدر تعمل كذا حاجة في وقت واحد مهتمة بالتفاصيل شل الولد وتعمل الطبخة والولد التاني يشدها وكذا صح والراجل ربنا خلقه مقاوماته العقلية كده اه اه بس اه 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 ما قولت ايش انا محدود وليها شوفيها مقاوماته العقلية كده ربنا خلقه ده الشامل لحاجة تاني واحدة بس ماش ودي فعلا حقيقة علمية وجدوه في الرجالة ما اختلفناش بقى تمام انت بكتش على شلام هو ده بقى اللي بقولولك انك انت شخصية محدودة رحم الله امرئن عارف قدر نفسه حضرتك محدود يبقى تعيش على هذا المبدأ فتيجي اخر اليوم قطر خيرك يا حبتي مش عايزة غيرها انما بنعمل حاجة واحدة وبننفخ وقف نجا لا ده انا عاملة كتير بس سكتة فهي دي هي دي المشكلة طب انت تتعلن لدي دلوقتي ممكن صالحكم لا لا بدمون 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 دلوقتي ماشا أصدق يا ستي ده انت عارفة المشكلة دي الصباح تلاقي ناس ديها ان شاء الله اما هو ده برضو من ضمن البلاوي المخ كلور والله العظيم يعني انا اصلا من ضمن مثلا ان المشاكل برضو عند الرجالة وعلى فكرة دي مش عندي بس انا بتناقش مع صاحباتي فبلاقي طبعا ان كلنا عندنا نفس المشكلة انه هو مثلا تبقى عندنا اخناقة كبيرة او فانا دلوقتي في قمة انفعلاتي ومشاعر فبعدها بالضبط بتلات سنين ايه شوشو هناك وليه ولا لأ شوشو ايه شوشو دلوقتي احنا في خناقة احنا في حرب فيعني ايه بقى انك انت تيجي تتكلم عادي كده لأ لازم ندي الخناقة لازم بقى حقها حقها شو ده الكلام بقى ما يعمرش بيوت ده الكلام ده هو ده اللي يعمر بيوت لان الستة هقولك بتعمليه بقى كلامي كنت اللي يعمر بيوت ده الستة بتروح مصالحها على طول وتقول خلاص عشان ما بقاش نكادية المشكلة ماتت جواها ما ماتتش عشان احنا ستات غلوية والستة بتفضل قعدة فينا بتطلع في جنبنا في كرشنا بتطلع بقى في اشكال كتيرة خدود يرجع يقول لها تخينتي ما انت السبب انت لو خلصت اول بول كانت بقت كده حلو انت عايزة ينظف اول بول ما يبقاش في تراكم انت باتفكة معي لأ انا عايزة اقولك احلام يا بيعملوش هاملو كده ربنا خلقهم مش كده بس دي النقطة غلط بما ان الرجالة حبيبكم بتطلبهم بحاجات كتيرة ارجوكي طلبيهم بدي كمان طب رحم الله ومرقين عارف قدر انافسه لأ نطلب منهم يشتغلوا فيه على نفسهم معلش مش هيتعبوا حاجة والله طب هو يشتغل في الشغل ويشتغل على نفسه ما يعرفش ايما حكتين في قد وقت طب انا بشتغل في الشغل وبيشتغل على البيت وبيشتغل على نفسه يا سيدة جميلة أمر شوفتي بقى الكلمة الحلوة بتعمل ايه شوفتي بتعمل ايه بتخلي الجبل في ثانية يتفتفت إنما هو لأ ازاي أنا راجل بشي الصالحك ويدخيني يا سلام وانا سيدة برضو بشي صالح صح لا هو هيصالح والله ما يصالحش انتي زي الأمر ولا يخف على أحد بيشوفك دلوتي انو شايف أمرين أمرين دلوى اللي عنيك أمر والله أمر بجمالك وأمر بروحك وأمر بشخصيتك وبكل حاجة فين يولك أيضا صح خدتي بالك خدت بالي جدا مبدري بس انتم فاجأة في نص الحلقة خدت بالي وبين ما شاء الله الله أكبر تقولي أنت عملت العملية عملت العملية أصوة تكميم تكميم على طول كده إيه إزاي خلاص خدت الكراوة لأ بصي أنا عفة الناس هتزعل مني عشان أيوة أنا صاحبة مكولنت ليه أعمل الجيم وأنا قدامي شوكولاتة ولا مكولنت بشامل بس لو نفتكر أنا برضو كنت بطلع أقول أنا لحد دلوقتي صحيتي كويسة لو صحيتي حصل فيها حاجة إلا صحيتي فحصل السنة اللي فاتت رجلي بدون سابق انظار عشان برضو زي ما كنت بقول في وقتها هو أنا ما ببقاش بقول حاجة وأنا مثلا خبيرة أو أنا عارفة اللي أنا فيه ده صحي أنا بقول حالتي في أي وقت اللي أنا فيها دلوقتي في الزمن الحالي في اللي أنا فيه وفي تجربتي اللي أنا عايشها زي ما هي اللي ياخدها دلوقتي زي ما هي ياخدها تنفع وتنفع ما تنفعونش يرميها عادي أنا كنت وقتها صحيتي كويسة جدا بجد مفيش تمهيد إن رجلي وجعتني يعني عارفة ما تسحي يوم غدرة رجبتي مش قادرة أتني عارفة ما بنبعدين على السرير كده وتانيين رجلي تحت رجل دي خلاص قبشة نتلغى خلاص مفيش مش عارفة أعمل إيه بطلع مثلا سلمة كده بسرغ 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 بجد اللي هو يعني حاجة فوق الطبيعي وجع فضيع فكلمت دكتور قال لي كان عندي تصوير ساعتها فكلمت قطورنا حاسة كذا مش عارفة نوقعت عليها ولا إيه اللي حصل مكنتش فاهمة إيه اللي حصل فقال لي لازم تعملي إيه أشعة يعني وكده عملت الأشعة وبعت تهيله قال لي احنا لازم نعمل تغيير مفصل حالا هنا أنا حسيت إن أنا واحدة تانية أنا أصلا بكره إن أنا أخش مستشفيات ربنا يعيش في كل مريد بس أنا بكره إن أنا روح في الحالة دي لإن أنا عندي كل حاجة بتروح للقوي فلو دخلت في المود ده ما بخرجش منه يعني فانهارت بقى انهارت بقى اكتئاب 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 مش عارفة أعمل إيه رحت للتصوير بحاول أخبي كانت الفنانة والنجمة الجميلة يسرى يعني عشان كده بشكرها حبيبة قلبي قالت لي انتي فيك حاجة عناية بتدمع ومش عارفة أعمل والميكا بعمل إيه الدمعة تنزل فقلوه ما نهار ده عيني بدمعة عملة داي قالت لي انتي فيك حاجة قلت للدكتور التاية الحمد لله طمني الحمد لله وقال لي انتي بش محتاجة نعمل عملية ولا أي حاجة بس انتي كده كده حملتي فوق رجلك انتي مشيلة رجبة واحدة عندها حاجة وتلاتين سنة لوزن يعني بتاع تمانين سنة يعني هي كأنها مشت تمانين سنة ايوه فالجملة بقى ايه خنجر في قلبي والدكتور الجميل بس سألها يعني صحية فخلاص بقى خدت القرار طبعا ربنا يخليها حبيبة قلبنا ما يكسب برضو بقى لا هي زن هستيري عشان اللي بيعملها وبيخس وبيلاقي نفسه خفيف اما هي عملتها وفرحانة جدا ما انا بقولك لما بيحب حد بجدر بيقوله وعايزه يحس الاحساس ده فهي فضلت يلا يا شايماء يلا يا شايماء يلا يا شايماء ما تقلقيش يا شايماء ما فيش اي حاجة وقت كانت وقت كانت رحت بقى وخلاص شك الدبوس الحمد لله الحمد لله على السلام يا أمر الله يسلم هل هي سهلة وشك الدبوس لو التزامت بالتعليمات بس هي كده هي الفكرة انت حابب ايه يعني هي الفكرة مش في العملية هو دي حاجة بتساعدك انك انت بتقعد الاول اول شهر ده اصلا يعتبره ما بتاكلش فلما بتتعود انك ما بتاكلش بتكمل انك ما بتاكلش بعدها نفسك بترجع تتفتح تاني وبتبقى شايف الحاجة وعايزها بس انا دلوقتي بجد لما انا تعبت ولقيت نفسي ان انا مش عايز ارجع للي انا كنت فيه تاني بجد لما بشوف حد بيقل ببقرفنا منه تخيلي انا وصلت لمرحلة ايه يمكن انا عشان عارفة وصلت للاكستريم اويه فخلاص بقى زهد فتن انما الناس اللي بتعمل دايت وترجع وتعمل دايت وترجع اعتقد ان هم ممكن يبقوا متضايقين بس يعني هو على حسب انا عايزة ايه وانا الحمد لله بعتبر نفسي ان انا عندي اراضة قوي ده حقيقة فلما بكر حاجة يعني انا مش بتاعت باخد وقت في تنفيذ قرار سريع انا شوفت انا خلاص انا عايزة ده ليه ايه ليه يستخليني استنى يلا فهي مش سهلة طبعا بعدها بطن بقى عملية بطنك بتوجعك الحاجات اللي هي بتاعت اي عملية بتتعمل لكن انه مثلا يبقى فيه مش عارف ايه بعد الشرر حاجات وحش لا مفيش اي حاجة وعايز اقولك على حاجة يا ياسمين في فيديوهات احب بقى يعني بقى اني ما شاء الله برنامجك متشافة اقول للناس بقى الجمهور الجميل العادي ده الفيديوهات اللي بتنزل اللي بيبقى على صوت حد دي ارجوكم متشوفاش الناس دي اقسم بالله بيتحكوا عليكم بس اللي هو ايه انا فنانة كوميدية اعملت عملية وهموت بعد عشرة ايام اعملوا لايك وشير عشان تشيروا والناس تلحقني ده كده والله العظيم انتي بتشوف الحاجات دي انا مش عاملني بيعملها كله بيعملها بجد والله والناس يعيني الغلابة بجد بيتفرجوا بجد بيصدقوا فلو سمحتوا كلنا هو انا بعلسان كل الفنانين مفيش حاجة بتتقل حقيقية قصما بالله مفيش حارفة بيتقال حقيقية انتي عارفة انا واحدة نزلت قلك كده بتقول انا مخرج اقنعني علشان اعمل دور بطولة لازم اخس وانا بموت بتعمل بزوتها كده بموت ايه ان شاء الله تموت انتي وعالتك انا حلوة شايف الموف ده عشرة احدين بعد اما الواحد بيعمل عملية دي فجأة بيخس كيلوات كتير ولا فترة وبعدين يلاقي الخصصان الكتير لا بتخصي تدريجي اوكي بس اول فترة دي بتنزلي مسبة عشرين كيلو فجأة اوكي يعني بعد العملية انتي ايه بتفكري في ايه عينيك لمعتلي سؤال معاش انتي لو نزلت عشرين كيلو تروحي في خين ده نصبت لا هنقعد افوض اتحمس معيك لا اتتحمس معي انا مزلت عشرين كيلو عشان شوفني ما انا بقول انا دلوقتي هتلاقيدي ماشية معيك ايه فين ايام زمان ايام البشاميلو المحشي خلاف ايه ايه اه لأ فبقولك بتنزلي لأول مسبة عشرين كيلو بعد العملية دول اوكي وبعد كده بتفضلي بقى كل شهر بقى ستة كيلو مش عارف ايه طبعا دي حاجة ايه مفرحة جدا يعني لو انتي بتعوضي ببصي على الميزان كده ايه ده ده انا بس واحساس بقى انك تنزلي من ثبت ارقام لرقامين دول اوه طبعا خمسة زيرو خمسين او مش يوم خمسة وخمسين خمسة وخمسين ما شاء الله ردية بشكل تام اه جدا انا عايز اقولك انا نفسي اصلا اوقف على كده يعني انا مبسوطة عارف اكتر حاجة بستاني ايه بعد العملية ان انا بقيت ارقع وانا بصلي تخيلي والله العظيم انا كنت بصلي على كورسي بقى زي الناس الكبار وكده يعني فاول ما بقيت اصلي كده وبقيت مش مصدقة نفسي فلا هي حاجة حلوة قوي وحاجة يعني صحية ويا رب ان شاء الله يا رب يديم علينا كلنا الصحة يا رب يا رب امين يا رب عايز اقولكو شايماء دخلة ما شاء الله الله اكبر الناس كلها كانت منبهرة احلي في والله العظيم حفي بشكر يعني امه سمعين شايماء يعني دي شايماء 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 طبعا في كل الحالات امر ولكن انا يعني احنا كبنات كيلو زيادة كيلو كاتنين بيفرق معا انا عارف انه بيفرق والله بص يا ياسمين هقولك على حاجة برضو عشان ابقى بقول الحقيقة انا الكوفر اللي بره ده والله ما فريق لي بقى اي حاجة انا عارف ولا كان فريق لي في الاول ولا دلوقتي فريق الا لما جاء عندك صح انا كان في الاول فريق لي ان انا كويسة وسليمة دلوقتي لما خطت التجربة دي اللي عجبني طبعا خدت مميزات اكتر لو انت خفيفة بتمشي بتروحي يعني بس انما مثلا كشكل بره انا شايفة نفسي هي هي صح بس اقولك على حاجة بقى كارسة باتفرج على نفسي في الفيديوهات القديمة باتخض انا كنت زمان ما بشوفش نفسي كده اوكي والله العظيم يا ياسمين ايه والله بحلف بلا يعني انا كنت بشوف نفسي زمان في البرامج او في اي حاجة امر وانت امر لا بتكلم بجد بس دلوقتي بشوف نفسي ايه ده حاجة كده فهمه مدينة راس صدر من ده والله العظيم لا فيه رأة بطال عظيم عشان جسمك بيصدق انت ايه يعني انت دلوقتي في حجمك الماشاء الله الجميل ده جسمك صدق ده ووقتي او فلما بيشوف نسخة تانية منه ما بيصدقهاش ايه وده بالزبط صح معاكي حق طب الاكل الاكلات اكتبت حين بياه خلاص مرحيت كل حاجة اقدر اعمل كده يعني دلوقتي بقى متاح ان انا اكل من الحاجات صغيرة بس انا عشان كده بقولك ايه انا بقى اللي شايماء مش عايز ايه انا خلاص دخل دماغي ان انا اكل خضار سوتي انا بقيت مبسوطة بكده ما اعرفش ليه انا مش عارفة ايه اللي حصل والله العظيم بجد انا مش عارفة ايه هو اللي حصل لدرجة ان انا نفسي اثبت يعني انا مش عايزة بقى الشكل اللي اختلف تماما ايه نفسي اثبت ومش قادر ارجع للأكل التاني ما بقيتش حباية انا ما بقيتش حباية اقولك انا تحسي ان انا خدت منه عداوة انا ايه زي ما انت قلتي مشاكل طفولي فانا انت الاكل اللي وجعتلي رجلي مش عايز ايه انا زعلانة منها ايه ممنوعة في حياتكو مرغوب غير الاكلة اديكي المثال سهل عليكي او يعني مثلا انت يوحدة تقولك انا بموت في الرأس ام كان نفسها تطلع رأسة بس ما ينفعش احنا مجتمعنا مثلا انا كده اه ده هو المثال بالزبط بالزبط اقسم بالله وحيات ام ده بجد كنت بقيت انا بحب الرأس بشكل ايه وعايشة بقى في البيت ايه يعني بقعد بقى ايه بس طبعا ما برقصه قدام حد خالص طب ايه يعني لازم ابقى الوحدي في البيت ايه لدرجة مثلا ان كارتا لما بيلاقيني بعد كده حفظة الاغاني بيقعد يقولي وانت سمعت اغاني دي امتا وانعرفش بقى ان معندي ان انت قاعدة في البيت حفلات دي جي ليه فيه ودخل ومع نفسي شغالة ما شاء الله اغاني بقى شعبي ومتخيلة ان انا في فرح شعبي وان الناس شايفيني وانا وقفة على ستتش ومع نفسي وجايبة في البيت البتاعة اللي هي بتعمل انوار دي والله العظيم مخبيها في الدرج واشغالها وبحط بقى السماعات وببقى سامعة وخلاص بقى كنت وانت صغنونة طفلة بتحبي إبراهيم في المدرسة انت عارفها بني إبراهيم كلنا عارفت كلك عارفت ايه أخبار إبراهيم ساعتها كنت عابلة فيه كان مهري مشابك يا حبيبي مشابك بتحدثين مشابك كان بيعدي من تحت البيت ويشغل بالموتسكل اغنية بتاعت محمد محي اللي هي ايه تحت شباك ايه رمي فانا بقى ايه تبقى الساعة نشر بالليل أقوم جاريا فاروح كتباله بقى المشبك وحش تاني وديب على المشبك فياخد بقى المشبك وماما بقى انا نفسي افهم المشبك بتروع فيه ازونا روح عند مامة إبراهيم ما بتعيب كله انا كان نفسي بقى مطربة من ضمن الشغل اللي بتجمليني مثلا والله أنا عزيم بعضة بتفرج عليها مثلا لا طب جمليني لا لا طب اقول لك الحاجة انا بحسة وسن مريم فارس لازم تعمل دوتو هي ونجوة كرم اوكي فايه لان مش هيبقى فيه كلمات يعني هتبقى الأغنية عبارة عن ايه برك بك درك بك درك تكو 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 تاكا برك بك درك يعني فاهم فده يبقى دوتو بنصحه نشوف ايه سيحة من عندنا يعملوا المدني وده مابا مين بقى المغنية اللي بتجنني بقى ما شاء الله أصالة اه لا أصالة دي حب أصالة وشرين لما بيغنوا انا يعني لو عندهم حفلة بقى كده اللي هو مبهورة ايوه وقعد اقول بقى يا الغنة ده حاجة حلو طب اه جميلة ما شاء الله ربنا طب على سيرة أصالة بقى مين أحسن منك يغنين للأصالة انا ولما يهل للورد البلدي كل الورد يخاف بالعربي اللي ما شافش العربي هيبقى لا عش ولا شاف البت شوشو دي ملكة بتحلل وحلوتها بتتكلم عنها مش محتاجة كلام الله اللي سنة بقول ابن بلادي والكلام اقولك على سر أكبر يعني مش عايز الناس بس لو صاحتوا اجتمع عشان دي والدتي حاببتي انا امي شايفاني ان انا شابه حيفة وهبي جدا من انهي اتجاه انا نفسي اعرف ومبرداش اضغط عليها عشان هي برضو الام ومناش كلام عليها بجد طب حلو ده عافيت كل ام لها القلعن بقى القلعن كان معي رقم وغيرت رقمي ايه فبدل ما سبب تكتب شوشو نيو شايماء جديد كتب شايماء هايفة اقسم بالله ولسه الحد النهاردة رقمي عند ماما شايماء هايفة شايماء هايفة انا عندي التكسس دي انا عندي التكسس دي موجودة هي حلفي بالله يعني اللغة ده اديك الرومي ده انا شفت التكسس ربنا يكبر بخاطرك ويكبر بخاطر امي بس اقولك على حاجة والله العظيم فيه لمحات ساعات ورياكشنات بتطلع في وش حد تشوفيه حد تاني صح مرح دي انا شفتها شفتني ان انا هايفة انا شفتك دلوقتي هايفة واربت ماما خلاص انتي تلاقيك مرة عملتي كحل مسحوب كده وعملتي رياكشن ففي لقطة منك عندها شفتي بقى خلاص بقى يا هاي فبقى نعمل شايماء وحبي حظك يا ست انك شبع وصي بعد ما كنتش يصدق بقيت هالي السبع نعم وحبي نطلع لفاصل وبعد الفاصل ايجاب 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 لا الفاصل بها بسونا بيهم محدة حديد زائد حديد يساوي حب بالتأكيد هفة انتي جاوبات زمان دي ايوة ايجاب 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 ابراهيم برضو ابراهيم قريبك هو حكيلك الحاجات دي ولا ايجاب هو برضو هو برضو ايه بقى ايه بقى ايه بقى قالك ايه بقى بفتح الجواب بقى فلاقيت مكتوب فيه حديد زائد حديد يساوي حب بالتأكيد السطرة تحتها وصاص زائد لصاص يساوي حب باخلاص سلام ما فهمت يا سلام ايه دي تعويزة دي يا ايه بقى احمد رامي ما فهمت بعيد تقول بدرست العلوم دي مسلا حاجة عايزة تحلها له ولا ايه انا ايه علاقتي رومانسونية بس عايزة قولك كان ده من نسبة لي زمان ايه قمت رومانسونية حديد زائد حديد يا حبيب ده انت صديت من كتر الحم ممتج مسميكي شايماء ام على وزن الشايماء او فيلم الشايماء او ايه بقى القصة احنا عائلة ايه بتحب التلفزيون قوي واضح فأختي اسمها نجلاء نجلاء على اسم نجلاء فتحي اوكي واختي التانية اتولدت في شم النسين ام فكانت صفوة ابو سعود بتغني ساعتها ورد وياسمين راح قالي قالي خلاص نسميها ياسمين جيت انا في العيد الكبير اتولدت لقوا في التلفزيون فيلم الشايماء قالوا خلاص نسميها شايماء فأنا مش يعني هم مفيش بربع جنيتة في كل الطفل اللي جاي ده قاعدين سايبينه كده يعني لو التلفزيون كان النور قاطع كانوا يسمونا ايه ولعة كهرباء يعني واحدة قريبتنا كانوا برضو العيلة بقى كلها نفس الفكرة والله العظيم كانوا يسموها غوايش كانوا ساعتها فيه مصص يسمو غوايش فلاحقوها قالوا لا يعني ده قيل قوي تفضلا منها والله تسموها زينب على زينب والعرش ايه تلفزيون احنا جايين فيه ايه انتي كان بصتني بصت جدي اشان ايوه ايوه كنت حضرتك بتقولي ان مثلك الاعلى اوبرا وينفري اوه ونفسك تبقي زياه اوه تيجي بقى تعودي على الكرسي هنا مكاننا ولا جنبنا ولا ايه نعمل ايه انا قريضي اعدت عليها اسمي كان نفسي قصلا اعمل برنامج اسميه اوبرا من شوبرا الله اوه شفتي تعملني فيه لو عملت اوبرا من شوبرا كنت عايزة اعمل يبقى مش يبقى ضيوف وفنانين كان نفسي اجيب برنامج اتكلم مع الناس العادية ايه اللي هو الفكرة اللي طلعت دلوقتي اللي هي بتاعت البودكاست بس دي كنت عندي بقى من زمان ان انا كان نفسي اتجيب الناس العادية تتكلم والناس تسمعهم بزهق قوي من موضوع البودكاست ده بصراحة ده بقى بودكاست لكل مواطن في ايه خلاص وكل واحد قاعد والمايك بقى مسكو والتاني قاعد قدامه حكينا بقى عن ايه 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 والتاني بقى ايه عشان هو بودكاست فازم ابقى عميق لما كنت بني انت يعني احنا السؤال عادي اداري بيوجعني مش عميقة ولا ليه علاقة والله بس هو بيسحب كده عارف زينا بيسحب عشان الموزيع والضيف قريبين من بعض في مسافة قرب فبيضطر يواطي صوته بيكلمك كده بإحاء فتروحي معاه يا معلمة يا منجهة انت يالي درسة وعندي كل حاجة الله وقف ما عملوش قابل انا انا او عملوا خلي ديوفوا كلها رجالة ليه بس ده دي منطقتك ده الصوت الشتوي بقى هنا ياكل هاوي ده انا اتربع على عرش البودكاست في مصر ممكن اقولك على حاجة انا عندي في في المصرحية بقوله على الصوت الشتوي مش قادر اقولك ده في السعودية بيعمل ايه والله يا العمس انا بحبوبة ويوم كنت بقول لأحمد عز في المصرحية بقوله ليه ده انا بنتي اعمر ده كفايا ان الصوتها شتوي بس والناس بقى ايه مش قادر اقولك الله انتو كلكم عايزين يصنع شتوي بقولك الموضوع انتشر عربيا اه خلاص اللهي ده حاجة غريبة جدا ما اني والله لما قلت وما كنت شعرف انه ايطلع عن طاقة حدود يعني القاهرة وضواحيها مش بس مش عارفة انت ليه برضو سميتي الشتوي بقى ان الشتة ده كله زعبيبه وبتاعي يعني لا فاعل ده بس ده تتجاب معاك اكتر يا حلا البداية كانت واحدة ميش ما هي واحدة بعتدلي تقولي كلامك بيعجبني بس اصلي صوتك نعسان شويتين طب ده كلام لا تم اخودي المضمون بالزبط وصيبي صوتي في حاله معلش فبقى خليتني اضطر ان انا عمل لها دراسة اه تسمعها كل يوم بالزبط انت لجبتين نفسك مين انت بقى يلا عملت فينك حسب يا الله وانا والله العظيم مش فاكرة كنا قاعدين في حنة يا ست تسمع اللي التلفزيون كتسكتة اديك فتحتي علينا باب ملوش اول من ايه ده حيق والله يا ستة دي ما فورد هي صاحبة الزنب بل ان دي اول واحدة طلعت الاستفزاز اللي جوء استفزتني انت خيالي معلش مش استفزتني انا لأ استفزز تبقى منها ورجع للصوت السفي كده ما خلينا نسمع منك كله كده دي اللي زغروطة نفسي والله ما بعرفش الزغروطة والله العظيم ما بعرف والله العظيم طب بتزععي لا مش بدعع ليه بس انا لو زععت قوي زوري تجرح انت خايفة عليه يعني مش خايفة بتزععي بس انت خايفة عن نفسك نفسي زعع بس بيتجرح تقريبا طبيعة في احبار الصوتية في العيلة مش عارفة والله نداهي طايم اه بنده بتندبس وتعالي اه بيتم والله العظيم محمد ايوه فمحمد ما بيجيش ندينه لنا بقى معشان كده اخترع الموبايل انا اسفل بيفتح على نفسي حاجات كملي كملي جعل اسئلة الحلقة الجميل عشان ايه دي منطق منطق شعيك ايه 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 عايزين نروح بقى ايه الغيرة والرجل جبتي الجوزك هدية موبايل اتخنيتي ما رحت يمكسره اه ليه كده ليه بقى هو كده انا عصبية مكسرتي موبايل انت جاي بقى دي اه قسرت عادي عادي وانا النهاردة قطيك انا متخنق مش هتخني بيني حاجة يسميت فعدي الفكرة دي احسن كفية الرياكشن مش عايز اتكلم مش عايز اتكلم عنه مش طب نصلح بس نصلح انا عارف انتي تموتي فيه والله العظيم لكنه وياموت في نين والله العظيم انا عارفة انا عارفة اوه و هوه اريدك عبد المطل ما فكره دي لقفتك لا فيش امل يعني خلاص طيب كمل يا سMed كمل تحت دي لا بإنسبة الموبايل بدا انت وقداء الباسورد بتاعه اه ليه بقى انا ضد الموضع ده جدا chance ليه وقداء الباسورد هو كده واخداءه وليه ضده ليه ايه اللى هيعمله هيخ погي عليها مش هامل حاجة بس مش من حاجة أنا أسفل شامل مش من حاجة ده حقي وحقي وحقي ليه مش من حقي سؤال علشان دي خصصيات خصصيات ناس وعالم طب سؤال والرجال اللي واخدين باسورد مراتاتهم ايه ده دي ناسيني ولا برضو ناسية وليش عارف تعلها حاجة انت كده طيق شمعت بنتي بتلاقي لهم مبرر طب بتفتشي لا والله ما بفتش طب هده تعملي بايه بقى ارهاب وخلاص لا مش ارهاب يعني اه بس احساس كده ان انا موجود خلي بايه لك ممكن نفتح اي وقت بزا بس مفتشيش لا بروفو عليك والله العظيم اه والله طب هو باخد ياخده عادي انت لا مش واخد والله ما واخده مش واخده اكسم بالله ما واخده اصلا ببصمة ايدي اصلا مش بباسورد هاي عود بايا باسورد الراجل وهم مش واخد دي با ايوا ليه بقى لا دي انا محتاجة اسألك اضطهاد انا كده خلاص انا اصلا بقولك انا متخنق اه اه اطهار هو انا بقى كده طب لو مش عاجبه يمشي الباب الشقة بيتفتح مش عاجبه يروح طفلة طفلة عشر سنين طب ليه منعايا شايماء من روحك كده من عادين عندك في الصور ايو منعا من ايه انت في حاجة مش ماشي ليه منعايا ان اي زميلة او اي بنت تركب معها العربي فريدي ماشي في الشارع وبنت محتاجة ومساعدة زميلة مثلا متأخرة ايه اللي خليها تتأخر ما البنت تقعد في البيت وفرعان هيصرف عليه شايماء واحد وصفر ليه بس انا قالولي ان انت منع حاجات كتير ايه زي ايه ايه ما يقولي ممكن اكون ناسية والله العظيم لا قولي قولي لو في حاجة تانية قول قولي والله انت منع حاجات كتير طب قولي لي زي ايه والمصحف ممكن اكون ناسية قولي والله عادي لا فيه صحبة بنت ولا صديقة بنت ولا ديمة بنت ولا ولا حد يتصل بي ايه مكلمات طويلة ولا كذا ولا كذا ايه مكلمات طويلة وهي تلغم عفقية عايز اتكلم ويلغم انا قاعدة مارزوعة انا اتكلم معي ممكن نكوني في أوردر تصوير أوردر تصوير ينام ان لبدلك عليك حق هو بيحب النوم فالوقت ده هيبقى مناسب او ان هو ينام فيه ولما انا بدخل البيت بيحبك النوم لا ما يحبكش بس لا بنتين تخش البيت كله يوعب كله يصحى كده ويوعب ده دبان يعني ده دبان ده دبان نحلة يعني نحلة ايوه نحلة كده بقى يعني فست راسه كده بس الان تاني عايزة اي حاجة اللي علاقة بالبنات هو البنات قصة ما بيجبش غير الهم اي اي انتي مش دمرتي السوابت دمرتي السوابت بواستي لانا عملت اثنين وقبت حق الاس كتير ولا يه بواستي كله انا هنا في ايرو رخصة طيب الغيرة اوه هو بيغرعلكي جزء بيغرعلك داشي يطابين اي رجل بيغيرعلك من الروح حتشي بسوته ومصحب بحثت انه اسمي بسكود حتشي بسوته حتشي بسوته افتحوا كبوته اوه اوه مش قد لو عيض ربنا عينيه بالده ما اعمل ايوه بلعلك الراجل بيغيرعلكي ايوه عندك مشكلة في ده لا الحمد لله ليه بيتين مروح نقف كافي في ايه اه ايه 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 اقسم بالله ده هو اللي حكي كل حاجة انا فدعرفت لا هو هو طبعا منتوسطة للمتزيبك المصير ايوه ايه بقى ايه بقى انه خانته في كافيه ليه اه اه احكي لن انت القصة بقى لحه يحكي بقى اللي حكي يكمل اقورك الحقيقة اه اه وانت خانته في كافيه عشان كان فيه بانتجات قالتله انتجلي بما ان جوزك مونتج اه ايوة دي الحقيقة بصراحة يا جميع اه فانت عارفها بقى عارفتي بقى ان انت عارفة كل الحاجة وتحاول تخبي يعني أو تعمل نفسك نصحة يا ياسمين طايل لما أنك واخد صفه عشان هو طبعا فرعون كبير صغير متحر فأنا هقول لك يا حبي إحنا كنا قاعدين في الكافية عادي فدخلت بنت قاعدة هي قاعدة من بدري عمالة تبص له وأنا تمام بالوحدة يا حبي فجينا رح هو قام يدخل الطايل حال فأنا مركزها طبعا فقامت البيت قيمة وراه فالطايلت كده يعني يدخلش كده مثلا كوريدور كده بس البنات كده والولاد فوش بعض يعني البابية فهو دخل بصراحة على طول ما ما كانش واخد باله يعني أقول اللي لي واللي علي حتى لو متخن ايه الحمد لله فهو دخل وقفى للباب وخلص وخرج فالبنت قصة ما دخلتش هي وقفة على الباب مستنية قال يعني لما هو يخرج وانا بقى وقفة بعيد وشايفاحا امرأة بالوضع طبعا أنا سيبعش ناخدها متلبسة يعني فالمهم ايه فاول ما هو خرج قال رح يتفتح الباب وقف لأ العملة نفسها يعني لسا خرجة من جوه أوكي أوبس مخدش فيه لي قطع الناس بتقابل بعض في الحمامات كده بس رح يدق قالت له ايه دا أنا عارف ايك أنا شفتك قبل كده في التلفزيون وشفتك في صورك مع شايماء اه طب أنا عارفة ان انت منتج إليك ما تنتجلي طبعا بتيجي انا يعنتجلك له في الهج stare جريت كنت هتمتج لها انتاج هعميها كانت هتلدم بس هم را اتكلم غير المرة دي مرة درب ليك واحد في شارع الهرم مجرد لتجرق أو عكس بدخلوق بقى الحمشانة ها هي شفت دي رجالة لا دي كان موقف بصراحة حلو احكي لنا حارة بي هم ج突اله فالحلو ده أنا كنت راحة المسرحة المهم في راجل ماشي جنبي بعربية فالراجل عمل لي باي باي عملت له باي باي على إن أنا فهم أنه هو إيه بيعمل باي باي لشيماء الكوميديانة اللزوزة اللي بالناس بتعمل لها باي باي وبتتحك لها في ناس تبعث لي بوس أنا عادي جدا بقى أما أخت الشعب يعني ما بتحطش في القتة التانية صح فالله هو تمام فالراجل عمل لي باي باي عملت له باي باي بعد شوية ماشي وراي فخلاص بقى يا حجي خلاص فقعين بدأ يزنق علي فالله هو ده لأ ده أنت معجب رزل يعني أنا كل ده في دماغي برضو إنه هو حسن النية آه لحد بقى ما جيف مرة فإيه كان هو بيكلمني بقى في التليفون ساعته فقلت له ده فيه راجل عمالي زنق علي فهو عمالي يقول لي لا لا بس تعالي وبيحب إيه ما يكبرش المواضيع غيري أنا يا لا والحق الرجل فهو العكس تماما بقى بيهدي بقى الدنيا قال لي لا لا سيبيه بس سيبيه ده تلاقيه بس يا شماء ايه مشي بس طب تعالي بس تعالي فهو رح خرج ووقف بنص الشارع بتاع الهارب آه فإيه الرجل فجأة فهو بيقول لي لسه ماشي وركة أوه ماشي وراه الرجل بقى فجأة رح مطلع المحفظة بتاعته وبيشول لي بكارت الـ ATM يعني على رأيي حمد المرغاني ما حكيته القصه دي قال لي ممكن عايز يسحب خمسة بدك Fooke اللي هو يشغل لي عن النعم هو بيعمل كده ولقيت الرجل ده طالع من جوا كفتة بجد والله العظائي الرجل قميسه متقطعة ووشه مضروب وشعره ما بقاش بني آدم تيرو بقى شوفتي بقى شوفتي عمل ايه بس حاجة يعني وحركة اي حد يعملها مش حدس ايه وكل ده كان قبلي الجوز بقى او الرسم وكده اي حد يعملها حرمع يا شيخة حرمع ليك يا تنتي يا ستي هل انت كنت قبل ما تحبيه مثلا قعدة كده نفسك تحبي طيب انت تبصي كده ليه نفسي معيك والله العظيم هل انت لما جيتي تتجوزي كان جواكي في الوقت ده ساعتها ده سؤال عميق فيه طاقة جذب للحب في حياتك فانت عايزة تجذبي حد بمواصفات فجات لك مواصفات جوزك لا خالص انا قصة كان نفسك جوز رجل اقرع والله العظيم وقبل كده كنت تلعب برنامج كنت اقيل ان انا نفسك جوز واحد اقرع وكان نفسي بقى طويل هو مش طويل هو قصير عادي هيدي لك بعد الحلال طالب متخنين انت بقول فيك ملايسة فيك عشان يا حرم يا شني وانا زعلان انا كده على سيرة الجز الجز بقانون الجز انا مش قادرة اقولك انا ماشي بالموضوع ده ازاي يعني هقولك مثلا حاجة انا مثلا بحب بعمل لنفسي ميك اوب طول الوقت فزوقي واحد يعني هتلاقيه بعمل بطلع نفس الشكل فساعات عاود اقول لأنا عايزة اغير فاروح مثلا متفرجة على فيديوهات ميك اوب كتير ومش عارفة ايه فلما اتفرجة اقول انا هعمل ده هعمل ده نهار ده هتلاع شكل حلوة اوي ايه ده الله ده لوك ده يبقى تحفى علي بيحصل بيحصل والله العزيق انا في مرة رسمة ايلاينر ما كنتش بعرف عاملها ابدا اللي هي وانتي مقفلة عاملة سعمة ونزلت تحت دي بحبها قوي ما بعرفش عاملها ايه انا هوريكي الصورة على انستجرام انا منزلها بالزبط انا قاعدت اقولها والرسمة دي فيها ايه يعني بعيد عني ايه وانا دي مش عارفة عاملها على فكرة انا بقرأ هرسمها وهعمل طلعت حلوة والله ياسمينها بعت هالب فطلعت حلوة فهي طاقة الجذب فيه ايام ببقى مش مركزة بقى فتعملي اي حاجة فقول بقى يا عليوم اللي مدربك ده ده انا هطلع النهارزة شكل زي بطلع عشان قلتي عشان قول اه اقداركم تأخذ من افواهاكم بالزا على سيرة قانون الجذب ليه كنت بسألك عليه لان اطلعه في تقليعه مؤخرا انا عادي كده وغمضي عينيكي واستدعي المليون دولار يجيلك المليون دولار اللي بست بيت جميلة بسيطة ايوة نقول لها تعالي كده غمضي عينيك وتطبق كل الكلام ايوة لو مدتناش بيش كبشة على دماغنا احنا واللي بيقولولها امي تعالي ايه وليش عيباء قالي ده عيب متفق معاكي مية بالمية عندنا لعبة بس قبل اللعبة لازم بقى تشجينة بأغنية الله عشان أفضل بقى على طول كده طبعا ازين اغنينيلك حاجة ولا اختارلك انا من المينيو اختاري انتي من المينيو انا الياردة عندنا الشيف عامل ليلة شعبيات يلا بينا يا ابني انت كنت مجرد وقت وعشت لك كم يوم حلوين في جود دخلاوي سيب كل خالع كان فقري ومش وشي دالع اتشقت بالأرض تبالع رح من بعدينا فين مش هيعرف خيرنا غير لما يلبس في غيرنا بكرة يتمنى يقابلنا سيبو يعيش ليومين بس بك بحديد لجوزك صحش مفيش حاجة حلوة كده ان صالح بيها الراجل الغلبان اللي بيحبك لأمير ابن الأمراء أمير الأمراء ده لو وفقنا خلصي بقى يا ياسميه أغنية لا حاجة كده بيعملني بطيبة وإحساس بيدلعني قدام الناس بيعرف اني رومانسية بيهزف على الوطر الحساسة شاماء معنديش وطر قطعت الوطر انت عارض أنا غلطانة أنا غلطانة أسئلة سريعة يلا خلاص ماشي أكتر حاجة بتضيع عليها فلوسك ميكب ممثلة تتمني ترتبتي بها لو كنت راجل عارفة السؤال المركب ده؟ السؤال الغريب السؤال المركب يسر يلا جميل فنان أو فنانة مستعدة تشتغلي معاهم مجانا أستاذ كريم عبد العزيز كل التحية كل التحية عبيب قلبي أو مر فنان أو فنانة مش هتشتغلي معاهم لو الأجر مليون دولار والله ما عارفين نفسهم كله عارف نفسه هو بتاع الخناء بتاع الكرافول محمود كرافول عرفنا عرفنا بزو آخر مرة عياطي فيها كان إيه السبب وإمتى؟ أول مبارح إيه السبب؟ خناء برضو؟ مين السبب في الخناء؟ شايمة عندي بتاعت مشاكل لشايمة في البيت قولي الحقيقة أنا بتاعت مشاكل يا ستي في المي أنا بقولك والله أنا أوحش واحدة في الدنيا بتايفيني السؤال لي؟ رايبات يا حباري على دماغ أصلاً جاي تكلم مع مين؟ حتش بسوطي الأصلية هتقولي لي إيه؟ هتقولي لي إيه؟ طبعاً طبعاً دي منطقة أنا مش مش فقدة السكة ما فيش سكة ما جادشي متولدكش يا سمين أمي يمكن يكون في صفة لا تبقربيني والله لا معك؟ قرديني فرصة لا لا خرد يمكن ربنا هديني على أديكي والله العظيم شفتي سمعتك السؤال اللي بقى الأغنية لو سمعتها ما تقدريش تمسك المواكعة ديها أو منها آه هقولك اسمها إيه؟ إيه؟ ده أنا حفظها يا ربي وعملها شغالها بتاعت من قلبي بقيت كرهك بضمير منك لله بس أنا مش فكرة اسم الأغنية بس طبعاً هي اسمها كرهك بضمير كرهك بضمير بالزبط الحلقة الجاية إن شاء الله يعني لما نعمل حلقة تانية مع بعض بإذن الله تكوني متصلحة عشان أشوف بقى الإجابات المتناقضة إن شاء الله هتشوفي نفسك بقى وانتي بتحلي بقى ومساق ساعة تبعا أقولك على مفاجأة بقى أولي بقى ومساق لأ أنا بقى في الأغانية نكد فوريفور غلط ما هو ده بقى اللي بيكذب النكد للبيت تعرفت أنا مشكة حلو جميل بط تب وليلي عاجة والله انت عافي الأغاني دي من أيام عدم ميلاد جرحي أنا الأستاذ هاني شاكر من أيامها إحنا بنستدعي النكد ليه ما أستاذ هاني شاء الله جميل وبيضحك عشان هم ما بتأثرش باللي بيقول ليه إذا كان ده هو اللي بيقول كان لازم يتأثر بي لأ بالعكس يا ياسمي هو ما نديش بقى للنكد اللي موجود في بيتنا ونلبسه في الأغاني ماناكد مين اللي زرع ببيتنا البوز البومة اللي ببيتنا مش البوز طب سؤال مكرر مش مكتوب أكتر حاجة بس أنا عايز أقوله إيه أكتر حاجة بتحبيها في الراجل بداش بالدايك من نزول الشغل مما بينزل الشغل كده يا الله يا الله فعلا ثانيا يعني أكتر حاجة سيبتي طوله بعرضه بشعراته بغمزاته ده إيه لبناني متجوزة إيه جوزيف شعراته لاو مين بقى ده اللي إن شاء الله شعراته يا سمين آه موضي ليميها معايا إنتي كتير على الشخص الغلط فأنتي أكتر حاجة بتحبيها في جلبك شعره أيوة أقسم بالله ده أنا عارفة دي المعلومة دي أنا عارفة وإنتي بتقولها دايما أيوة صح صح بشعراته غمزاته حركاته حركاته وتكاته ده قريبا شايفش طب اسمع فيني والله جوزي ما بيغمز ما بقى عمر ما عمل لي كده يبقى عندنا مشكلة بقى أفتح الرموت وارجه إيه بقى يعني أنتي طب قوليلي حاجة تانية غيره إن ينزل الشغل يا بنت الحلال أخدها في الحلقة دي تبرد وتسرسح قلبي حاجة واحدة أكتر لما يسافر أهو حلوة دي طب في شكل الراجل في شكل الراجل أوه بحاق وجماله وحلوته إيه أكتر حاجة تحبي أنا عندي مشكلة ما بحبش الراجل ما عندهش شفايف أوكي ما خاف منه يعني ما عارفة يعني كده ده نخيل لو في حد قاعد دلوقتي يا عيني وجنب مراته وراه عاملو عارفة أنا مش أقولها عارفة النكتة اللي يمتع جارنا طلق واحد بيقولي مراته جارنا طلق مراته عشان بقها هكبرقيتلي ويستيلي يورو مصMother إياه إية حاجة تانية بتحبيها ركزي في السؤال يا شمايا أكتر ست حتى نيبقى رعب منوا ناون الراجل بقى أه اللي مش نكعدة وهقولهالك الكرفوش ورزق على الله عايزة تصدّق تصدّق مش عايزة تصدّق براحتك ااكسب الله أساس النكت في البيت ودي إحصائيا أنا عاملها مع صاحباتي الراجل والرجالة نكادية وهما اللي بيجيبوا أساس النكد وبقى بوزهم فقري وبقوا حاجة لا تطاق بس إحصائية عملتها مع صحابك وحنا عادتين بقى نشرب الشاي ونجل لب وإحنا في التليفونات كده أنا قلت لها أنا قاعدة النهاردة عمل كذا قلت لي يا ساتر ده زي جوزي أنا برضو قاعدة بما يرضي الله وراح جاي قايلة مش عارفا مين اللي بيبتدي الخنائة هتيري أساس والله العزم هما والله أبدا هتيري أساس أي خنائة هتلاقي أساسها الرجل هو اللي جر الشكل استدت راضية آه ممكن بقى اللي هو تعمل خنائة بقى غيرة بتاع لها بل الحاجات اللي حبشتكنات دي اللي أساسها بقى كأني بين سطرين بقولك أنا بحبها صح دي معايك فيها إنما أيو إنه مشاكل بقى النكد النكد آه مين الرمل؟ بصي أنا ممكن يكون واقع في كوكبك غير واقع في كوكبي بس هل بالك آه يبقى فرعوني غير فرعوني بس أنا طيب أنا مش فرعوني وأنا شفت فرعين كتير في الحياة يعني فيه شفتهم فين فره مالين الدنيا لأ إحنا بنقاملهم في الشرع دول هعرف طباعهم منين عشرتهم لأ يبقى ما تعرفهمش صح بس بس أنا ما شفتش غير نورت البيت ما هنا قلتلك بقى عشان كالتك في الأول إحنا عايزين يشوف الفرعوني اللي نورت البيت اللي عندك ده وأخوكي الجميلة اللي بتقوم تجيب له الشاي وتناولي المعزيم المعزيم عايزين نشوف دول عملوا معاك إيه عشان يخلوك بهذه اللطفة طيبين أو ماما كانت بتخضعك إيه عسل يا كريز انت فخليتك بهذه الجمال إنما إحنا لا شفنا ده ولا نعرفه فإذن انت جيت بقى إيه لمربط الفرس متجنية حياتي غير حياتي فما تطلعش تقولي لي حاجة تخلينا كلنا عايزنا نمشي عليها لا يا حبي انت عنديك فرعون أنا ما عنديش فرعون فيه ثوابت فيه ثوابت يا انت الدراسة عالمية هنكذبها وناخد بالإحصائية احنا وصحباتنا الدراسة العالمية قالت إن الست النكادية آه غلط والله العزيب قاله والله العزيب قاله وأكم الدراسات بعدما الناس بتعيش في الدنيا بتتغير هو اللي هتطلع الدراسة ده إيه أكيد راجل أكيد راجل بوزو فقري بقرر ينكد على مراته فرحمة الله على الإحصائية دي عشان تعيش حياتها بيتقال عليها إن أنا كده طب إنها نستحكوا لنا لما دراسة طب تيجي في الآخر واحدة ستة زيها من بنت كارها من بنت جنسها هي اللي تأكد الدراسة دي وتقولها في الشهر أكيد خسئتي خسئتي يا ياسمين خسئتي لا لا ولا كان العشم ولا كان العشم ستات نصري بتقولك ما كانش العشم أبدا ليه كده ليه عملنا معاك إيه ده البرامج اللي جمهورها ستات بتبقى هي نمبر ون إحنا نمبر ون وثو وثري مش؟ زي بعرف وشاهدات وارقام براحتي براحتي عارفة ليه؟ براكة الرجل عشان بتفرغ عليك ستات بتحزبن عليك عشان بس تبقى فاقيا يوم ما بتفرغوا بس يعم حسب الله لإني جوزها بقى عجم بها شايفة الكلام شايفة إن ما أنا عليك تشق الوردة وهي بقى عجم هيجيك وحط عليك أنت وياسمين في ساعة واحدة إليه ربنا يرزقها بواحد زيك عشان تشوف اللي أنا شايفة وتشرب المرة أيا قبسنا متأكد تفدق ايه؟ شوفته لا لا أنا مكانش فرعوني يقع في حبي متدوري الخمستاشر لا 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 والكلمة الطيبة صدقة برضو ما أنت اللي بتشكليه خلي مالك ايو أنت اللي بتخليه سلسل في ادكي كده ايو كده بالسانك صح ماشي براحتك مفيش مفيش أمان فيي ولا فيك والله العظيم أكسب باللد أنت مع موك غسيل مخ أيها صحب يقولوني كده فعل بس إن شاء الله ربنا يا بنت يهديك والله العظيم بصوا يا جماعة أنا بالموقعي ده بقول لكم والله تعالى ندعي لها يعني لأن الدعوة عليها مش جايبة نهتيك فأقول تعالى ندعي لها إن شاء الله ربنا يهديها فنرتاح كلنا أيها ده كلام أنا أحب صح لأن أنا أقول لي أما حد بيقول لي مني الله أقول كلنا مننا لله بكل هدوء إنما ربنا يهديك يا ياسمين جميلة دي حلوة هيهديني بقى لو أنا كنت على أشار أيها صح صح طب لو كنت على خير ربنا يهدي نحن دي الدعوة صح ربنا هديكم يا رب شماء قد إيه والله العظيم بنحبك وأنا بحبك أنا كمان يا حبيب ونورتينا وشرفتينا ده نورك والحلقة الوحيدة والله العظيم بقول لها كولوني بيوجعني من كتر الله كمال يا ربنا يا ربنا